حقيقية؟ آه يعني بتقبط فلوس حقيقية عشان تعمل لي الديكور اللي أنا عايزه على الواقع الافترادي عشان لما أعزم خضراتك ولا أعزم أصحابي نروح جوه المكان ده يشوفوا البيت بتاعي أنا أعمل ديكور كمان افترادي وأصرف عليه ونبقى عايشين كده وعلا وما فيش مفتاح للشكل التواصل ازاي مع الناس اللي هتعمل ده ماهو أنت مجرد من تلبس النظرة دي وأنا ألبس النظرة دي ونتفق على مكان معين المكان ده بيكون في الحقيقة موجود ولكن هو عمل خاصية أن هو يكون داخل العالم الافترادي مصمم بنفس شكله سوبر ماركت مثلا أو كافيه كافيه ده في الحقيقة هو موجود في العالم الحقيقي دلوقتي هو بيصمم لنفسه كافيه على الواقع الافترادي ده وأنا وأنتي بنلبس النظرات ونتفق أن احنا نروح الكافيه ده في باريس مثلا ونروح نروح في الكافيه أنا وأنتي مع بعض قاعدين في نفس المكان ده وإحنا يعني أنا في مصر وأنتي في الإمارات مثلا وتقابلنا في فريس وأهدين بقى ونفس الأجواء اللي بتحصل في الوقت ده بتبقى موجودة بس بصفة مباشرة يعني ولا بصفة تسجيلية ولا بصفة مستقبلية بصفة مباشرة اللي هو لايف لكن الفكر هنا فين بقى شفتي فيسبوك لما كنا بنعمل بوست من عشر سنين ولا من ثمان سنين بيجينا نهار ده في مثل هذا اليوم انت عرضت ذكرياتك نفس الموضوع هنستخدم بقى الساعة اللي بترجعنا للماضي انت من كام سنة كنت قاعد في الكافية ده انت وصحبك فانا ممكن رجعلك الزجرات تفرج على نفسك بقى وانت كنت في الماضي عامل ازاي فمشكلة ده ايه ده احنا يعني ممكن حاجات كتير بتشوفها في الأفلام الأجنبية بتتحقق بعد شوية بس هي مش بتتحقق بعد شوية بالفعل بيكونوا موصلوا عليها ويعرضوها عشان توصل لنا خيال علمي احنا اللي شايفينه خيال علمي في الوقت ده نلاقيه بقى هو موجود فيه أبحاث شغال عليه احنا مجرد مستهلكين للتكنولوجيا انا اناسف للشعب العربي كله مستهلك جيد للتكنولوجيا ليس منتجة احنا مخدناش التكنولوجيا عشان ننتج منه ما عندناش هدف من استخدامنا للتكنولوجيا بالعكس احنا مستهلكين فقط صباعنا ده اللي مالوش اي زنب في الموضوع عمالي يقلب عشان نشوف الناس بتعمل ايه طب يبدح بتكر انت لوقت هتباعت في بيتاك بتعمل كل حق لو فيه ميتنج في الشوك صاحب شركة عنده فروع في جميع انحاء العالم يقدر يجمع كل الناس على طريبات الاجتماعات واحدة حقيقي من جوة العالم اللي في طرد ده ونقعد ونبتا نقش ونتكلم ونشوف اللي نكسل ونشوف اللي مش مكسل احنا بقى نتكلم على كل الحاجات وكل الابليكيشنز اللي شفناها واستخدمناها وكده احنا برضو دايما بنقول ان احنا عندنا لها ايجابيات وليها سلبيات وزي ما ده عمل خاد من وقت الناس هو ادى ناس تانية فرصة دي ده وبدأوا يفكروا هل ده برضو هيبقى ليه ايجابيات يعني هل ممكن مثلا نستخدمه في موضوع الاشغال بتاعتنا زي ما شفنا في فترة كورونا الناس كلها يعني لجأت انه يبقى فيه الاستخدام الانترنت بشكل كبير مدارس ومصانع واماكن كتير يعني يشتغلت على كده هل ده هيبقى مفيد فعلا ولا هيبقى ليه اضرار برضو في نفس الوقت بسي هو التكنولوجي عمتا من زمان انا بقولي من ده سلاحظه حدين زي ما فيه حاجات خير وإيجابيات فيه حاجات شر بسي أحيانا بسيبقى الإيجابيات غلبة على السلبيات وبيتوقف على الشخص اه